حسمت منظمة الصحة العالمية والوكالة الأوروبية للأدوية سلامة لقاح أسترازانيكا المضاد لفيروس كورونا وأوسط باستخدامه لفوائده العديدة في مواجهة الفيروس كما أعلنت عدة دول منها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وهولندا وإيطاليا والبرتغال التراجع عن وقف استخدام لقاح أسترازانيكا كإجراء وقائي بعد ساعات من إعلان وكالة الأدوية الأوروبية أن اللقاح آمن وفعال وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه سيتلقى جرعته الأولى من لقاح أسترازانيكا بعد أن أكدت وكالة الطب في المملكة المتحدة على سلامة اللقاح كما أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أنه سيتلقى لقاح أسترازانيكا بعد تأكيد وكالة الأدوية الأوروبية فعليته وقالت الدكتورة سابين شتروس رئيسة لجنة تقييم مخاطر اليقظة الدوائية التابعة للوكالة الأوروبية أن اللجنة لم تجد أي دليل على وجود مشكلة في اللقاح ومن جانبها حثت منظمة الصحة العالمية الدول على الاستمرار في إعطاء لقاح أسترازانيكا لفيروس كورونا وأشارت المنظمة العالمية أن اللقاح آمن وأن أعراضه الجانبية أقل من تلك التي شهدت مع اللقاحات الأخرى وأعطت بريطانيا أكثر من 100 مليون جرعة من اللقاح بالفعل ولم ترصد أي تغير غير طبيعي وحثت الحكومة البريطانيين على الاستمرار في الحصول على لقاحاتهم بما في ذلك لقاح أسترازانيكا وأعلنت الشركة نفسها في وقت سابق أن مراجعة بيانات السلامة الخاصة بأكثر من 17 مليون شخص تم تطعيمهم في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي باللقاحها لم تظهر أي دليل على زيادة خطر الإصابة بأي أمراض اشتركوا في القناة